موسيقى السلام عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة اليوم من سكرتير التحرير وجولة في أهم أبرز ما تناولته صحف اليوم المصرية والأجنبية اهتمت الصحف بعدد من الموضوعات أبرزها متابعة شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس الجديدة وقرار القضاء الإداري بوقف بث قناتي رابعة والجزيرة مباشر مصر ومتابعة ما حدث في رفح وقصص إنسانية لشهداء الوطن ومطالبة دار الإفتاء ببنع برنامج عن الرقص وغيرها من الموضوعات نرحب في بداية هذه الحلقة بكل من الكاتب الصحفي الأستاذ نادية أبو الماجب أهلا بك سؤال أهلا بك والكاتب الصحفي الأستاذ سلام عبد الحميد أهلا بك سؤال أهلا بك سؤال لو بدأنا بالموضوع الشبهي يومي الآن موضوع قناة السويس الجديدة وعدد من الأخبار نبدأ من موقع باسفيد الأمريكي السيسي يحاول بناء قناة سويس جديدة لكن الأمور لا تسير وفق الخطة في جربة الأخبار الصفحة الأولى شهادات قناة السويس بالبنوك اليوم بدون حد أقصى للمواطنين اليوم السابع أيضا في الصفحة الأولى اليوم طرح شهادات قناة السويس في ألف فرع 40 مليار جنيه حصيلة متوقعة لشراء المصريين في أول شهر والأوقاف تستثمر 400 مليون في القناة وتشديد أمني على البنوك في اليوم السابع استكمال لهذا الخبر الحكومة تتوقع 40 مليار جنيه حصيلة شراء المصريين لشهادات قناة السويس في أول شهر الطرح يبدأ اليوم من ألف فرع حتى الساعة السادسة مساء وتشديد أمني على البنوك والأحزاب تدعو أعضاءها للمشاركة وحركة تمرد تعلن سنذهب للمواطنين في القرى والنجوة جارت الوطن كتبت اليوم شهادات القناة في ألف فرع البنوك ورامز لجارت الوطن مد العمل بالبنوك إلى السادسة مساء لتلبية رغبات الشراء والفريق مهمة ميش حققنا أعلى إراد في تاريخ القناة بـ 5.8.1 مليون دولار جارت المصر اليوم شهادات القناة في البنوك اليوم إذن هو الموضوع المتجدد موضوع قناة السويسي الجديدة وفكرة الشهادات لكن موقع بيسفيد الأمريكي يقول أن الأمور لا تسير وفق الخطة خليني بس قبل ما أقول على التقرير ده أن احنا أول مبارح كنا عرضنا لثلاث تقارير تقريبا عن قناة السويس فزي ما بنقول أنه فيه اهتمام يعني عالمي كبير وبعدين فكرة أن الأسئلة اللي بتتسئل هي دي مفروض الصحافة تكون كده يعني مش أنه هما متربصين بقناة السويس أو بالمشروع أو أنه هما عايزينه يفشل لأنه ممكن الواحد لما يشوف إزاي الصحافة دي بتتكلم عن الموضوع ده مختلف تماما عن الأجواء الاحتفالية والاحتفائية في الجرائد المصرية فالتقرير باسفيد بيتكلم على أنه بعد حوالي مرور شهر من الإعلان عن المشروع ده لا يبدو أن الأمور تسير وفق الخطة لأنه فيه مشاكل عاملة بتظهر الميزانية اللي أعلن عنها واضح أن الموضوع هيكون أغلى من كده أعلم يعني ستتجوز الميزانية دي فيه تساؤلات كتير على مدى نجاحه أو مدى ربحيته هو بيقوله بعد شهر من الإعلان المشروع فيه مشاكل ظهرت من ضمنها موضوع الميا اللي احنا برضو كنا نتكلم عنه ظهور الميا ده عمل مشاكل وبعدين كشف عن عدة أشياء من ضمنها بيقوله كشف على أنه التخطيط سيء لأنه كان مفروض يعرفوا أنه ده ممكن يحصل وكان مفروض زي ما قلنا بالتقارير السابقة كان مفروض يحفروا في مكان أبعد من مكان قناة السويس الأصلية بيقوله كمان أنه يبدو أنه هيكون مكلف جدا عن الميزانية اللي هي أعلنت ليه هما في الأول قالوا أنه هيكون أربعة مليار وإحنا شوفنا في تقارير أول مبارح بدأ يبقى الكلام بين أربعة مليار وثمانية مليار يعني ضعف الميزانية اللي هي أصلا مفروض أنها كبيرة وماكنوش عالفين هيجيبوها منين بيكلم كمان على أنه في عدد من شركات الشحن بيقوله أنه هي متاخدش رأيها في الموضوع ده وده برضو جيب في تقارير سابقة وبرضو فكرة أنه الكلام على أنه هو بدلت القناة السويس بتدخل خمسة مليار وأنه على سنة 23 حتدخل 13 مليار بعد المشروع ده برضو مختصين في الموضوع بيقوله محدش يقدر يعرف لأنه محدش عارف شكل التجارة العالمية هيكون إيه سنة 23 فمحدش متأكد من الموضوع ده واخدين تصريح لمستثمر صيني اللي هو كان مفروض أنه هو جاي عشان يشوف إمكانية أنه هو يستثمر في المشروع ده فبيقول فيه أسئلة كتيرة جدا مش كلها ليها أجوبة برضو بخصوص التكلفة هل فعلا هيكون مربح هل سيكون ناجح بقول بس يعني من بعد شهر فيه علامات كتيرة جدا وأسباب كتيرة تدعو للقلق في هذه الأثناء يعني برضو التقرير واخد تصريح على لسان اللي هو رئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة اللي هو بيتكلم أنه المشروع ده شبه بشبهه بأنه هو معجزة وبرضو كان اللواء ما ميش لهو رئيس هيئة قناة السويس لوقتي كان ليه تصريح من يومين على الشروق أنه هو سيفتتح المشروع في عيد ميلاده يعني مختلف تماما اللي هو الناس بتتساءل أسئلة جدية جدا عن الجدوة والتكلفة والربحية والنجاح وفي هنا ناس بتتكلم عن معجزة وناس بتتكلم على أنه احنا هنفتتح في عيد ميلاده وكمان واخدين تصريح لديبلوماسي أوروبي بيقول كل حاجة تحيد المشروع ده فيها أجواء وريحة الجيش طريقة تنفيذ وطريقة الإعلان عنه وطريقة اللي بيشتغلوا فيه بيقول لكن في عهد زي كل حاجة في عهد السيسي كل الخطوط الفاصلة بين ما هو مدني وهو عسكري بين ما هو خاص وهو عام كلها اختلطت مبعضيها وبيقول لنا ننتظر لنرى ايه هو حتكون نتيجة المشروع ده نعم لو انتقلنا للصحافة المصرية والحديث عن شئات الاستثمار وفتح البنوك لساعة السادسة والمتوقع الحصيلة 40 مليون جنيه مصر احنا بعلنا فترة بنسمع أرقام كبيرة او في موضوع قناة السويس ده ربنا بس يعني مش عايزينه والحاجات وحشة ربنا ما يخيبش ظنوك 40 مليار خير ان شاء الله هننتظر خلينا نشوف نقعد نهاية ده معاكم انا بس ملاحظ انه موضوع قناة السويس ما خدش الزخم الكبير المتوقع لفتح باب الهدات الاستثمار اه فتح الباب للجمهور للشراء سهدات الاستثمار في موضوع تاني اهم خد منه الجو شوية موضوع الارهاب بسينا وفي الاسمع اللي لكن عموما الجرائد بتكتب عن الموضوع بشيء من خجل ربما الوحيدة اللي خانته ومنشت كانت جاردة الاخبار بقيت الجرائد واغدها في النص التاني نص الاسفل من الصفحة الاولى حتى فيه جورنال اظن الوطن واغده في الصفحة التالتة كمان الموضوع مش الاهرام واغدها سطر في الصفحة الاولى الموضوع مش بالاهمية دي الا اذا كنا نويين نضحك على الناس بجد ونقول للناس المصريين اللي عملين يعيطوا ويزعقوا وينادوا لأي حد ينقذهم من الجوع ومن الفقر ومن مشاكل اتفعوا اللي في جيبكوا كمان عشان عشان خطر مصر بس ربما حدث رفح هو يعني هو اللي بقى اصبح ليه اهمية اكتر ده شيء مهم ده شيء وده شيء طبيعي وده طبيعي جدا لانه الجراد عشان كده مهتمة بيه حطا يعني بارس في الصفحات الاولى موضوع كان شوية مش قوي بس يمكن كمان عشان بقى فيه يمكن التساؤلات اللي الصحافة الاجنبية دي عملها بتصيرها هما اكيد جزء منهم عارف انه الموضوع ما هواش يعني بالطريقة اللي هو المعجزة والكلام ده وتصميمكن عشان كده بدأوا برضو يقللوا من الكلام عنه عشان ما يتطرقوش للمشاكل اللي هي ظهرت وكأن حضرتك عايزة تقولي انه هما بيشتغلوا وفق الاسس المهنية هما بيشتغلوا وفق الرسالة القادمة من اعلى وده واضح جدا من اول يوم وبالتالي هما مكملين في نفس السيناريو مفيش حد في مصر بيقوب مفيش جورنال في مصر بينشر للناس في مصر اللي بتقوله الجرادة الاجنبية او التساؤلات الدولية حولين المشروع على الاطلاق احنا بنتكلم عن معجزة عن مشروع القرن عن فتح جديد عن عبور مش عارف كام هو ده الموضوع المطلوب عندنا دلوقتي احنا دلوقتي يعني رايحين على فين الاوقاف وزارة الاوقاف اللي عندها مشاكل بالكم في تمويل مشروعاتها وعلاج موظفينها ودفع مرتباتهم اللي كانت فيها عطسامات طول التلات سنين اللي فاتوا في الوزارة رايح هتشارك بربعمائة مليون طب يعني يا سيدي فيه اللي بيقولوه دايما في المسأل المصري اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع مش تلاول تتسدد المديونيات اللي عليه وتدفع تلوسك ده شرعا مش نافع بعيدا عن الجامع والبيت انا موظف وزارة الاوقاف مش بياخد مرتبي رايح تتبرع ولا تعمل تشتري شهادات ستسمار مش تدفع مرتبات الاول مش تعالج الموظفين العيانين الاول يعني مين الاول دلوقتي خلي الكلام ده لوزارات تانية وزارة الاتصالات وزارة عندها فلوس ومعندهاش مشكلة لكن وزارة الاوقاف اللي فيها كل المشاكل دي راح تتبرع بالرقم الكبير ده معلين احنا بنتكلم عن الف فرع البنوك في مصر فتحوا الباب هيفتحوا الباب بكرة الخميس الصبح وهيفضلوا فتحين لغاية الساعة ستة مساء ماشي بكرة يعني يوم الجمعة هنشوف الجرائد حتى منشتات وصور كبيرة واقبال العظيم واقبال حاشد وكل الكلام الحلو ده طبيعي جدا مصرين بيعرفوا يعملوا اللعبة دي قوي المشكلة في الآخر الرقم اللي بيتكرر في كل الجرائد ده اللي هو واضح انه طالع من رئيسة الوزراء 40 مليار جنيه حصيلة 40 مليار انتو عارفين الرقم ده يعني ايه طيب هل الرقم ده هو التكلفة او الميزانية بتاعة المشروع ولا في حد تاني في حاجة تانية هتتدفع من اي حتة تانية محدش بيقول لنا هل الرقم ده زي ما بتقول الجرائد النهار ده وفقا ليه البنك المركزي هيرجع للناس والحساب حساب ايرادة او عائد للشهادات هيبدأ من اول يوم للشراء فعلا الناس دي هترجع لها فلوس هل هتدفع الفلوس خدوا بالكوا يا جماعة خدوا بالكوا او من الموضوع ده احنا تسرقنا كتير وتنصب علينا كتير وفي مصر احنا عارفين القصص دي كويس قوي كل واحد ياخد بالو من فلوسه طيب لو ذهبنا الى محور اخر نبدأ من اصوات مصرية كتبت مصر محكمة تمنع قناتي الجزيرة ورابع وجريت الوطن على صفحة الثالثة كتبت بحكم القضاء غلق الجزيرة مباشر مصر ورابع وفي جريدة روزا ليوسف ضمن اسباب الحكم باغلاق الجزيرة مباشر مصر القضاء الاداري القناة شريك في مؤامرة تقسيم الوطن واعتادت التزوير وقلب الحقائق لاستعداء الخارج اما جريت الوفد اغلاق الجزيرة مصر ورابع المحكمة تقول القناتان تخونان الامانة وتشيعان الفتنة بين الجيش والشعب المصر اليوم حكم قضاء يلزم بوقف ارسال الجزيرة بوقف ارسال الجزيرة والجزيرة خانة الامانة الحيثيات القناة خانة الامانة وشيطان مريد وشريك في مؤامرة دولية لتقسيم الوطن هذا ما ورد في صحف اليوم في صحيفة اليوم السابع ايضا بتاريخ 23 عشرة 2011 يعني تاريخ من كم سنة ثلاث سنين تاريخ كتبت اليوم السابع ونشرت كتبت اليوم السابع ننشر حيثيات حكم القضاء الاداري في قضية الجزيرة مباشر مصر القناة لم ترتكب اي مخالفات ومارست واجبها الاعلامي بحرفية وشجاعة رغم ما تعرضت له من تضييق ومطاردة لمراسليها ولن ينسى الشعب دورها في الثورة العجيب بين 2011 و2014 ان القاضي هو نفس القاضي الذي تلا او كتب حيثيات حكم المنع هو نفس القاضي الذي كتب حيثيات حكم 2011 بان القناة لم ترتكب اي مخالفات ربما يعني ودورها لا ينسى ودورها لا ينسى نبدأ من اصوات مصرية وهي النسخة العربي لرويترز وكمان وكانت لامبال امريكي الاسوشياتيد بريس اهتمت تكتب عن الموضوع يعني بيقول ان القضاء الاداري يعني قرأ اصدر قرار بمنع قناتين رابعة بيقول اللي هي القريبة الصلة بجماعة الاخوان المسلمين والجزيرة المباشرة المصر وطلبت انه يرفع يعني ترفع من على النايل ساد فيه هم اتنين محاميين المحامي اللي رفع ضد قناة ربعة اتهم القناة بانها كاذبة ومضللة وتحرد على المظاهرات عموما ومظاهرات الطلبة والعنف الى اخير من هذه الاتهمات اما بالنسبة للجزيرة محامي اخر اللي رفع بيقول انها تنشر اخبار ضد ما تسمى بثورة 30 يونيا يعني الجزيرة التهمة بتاعتها انها لا تعترف ب هو قال ثورة 30 يونيا اه انا بقول ما تسمى هو قال ثورة 30 يونيا فانها زي ما بتعترفش بيها يعني ده ده تبقى للنقلاء رويترز وبعدين بقى في الخلفية الاخبارية بتاعت الموضوع رويترز بتكلم انه مكتب الجزيرة مباشر مصر اول واحد او من اوائل المكتب اللي اتقفلت يوم 3 يونيا وقت لما كان السيسي يعني مش بعد وقت كتير من لما كان بيعلن الانقلاب العسكري وكان من ضمن الحاجات اللي كان بيتكلم فيها كان ميثاق الشرف الصحفي وبيكلموا على انه الجزيرة شعرها هو الرأي والرأي الاخر لكنها دائما ما تتهم بانها منحازة لجماعة الاخوان المسلمين ده بنسبة لهذا التقرير طيب رأي حركة وستاذنا في المفارقات في موضوع الحكم وتناول الصحافة له هي المفارقات دي لفظة لطيفة ولكن الحقيقة انه نكت مش مفارقة خلينا نبدأ من الاول خالص اولا الجزيرة مباشر مصر مش موجودة عن نايل ساد اصلا وبالتالي الحكم ده مالوش لازم هو لعدم سواء مالوش لازم الحكم يلزم الدولة المصرية الحكومة المصرية النايل ساد وقف بس خناة الجزيرة مباشر مصر اللي هي اصلا مش موجودة على النايل ساد فيعني للاسف عشان كده كان القضية متعلقة في دائرة الاستثمار في القضاء الاداري للاسف القاضي النيابة ودت له تحريات غلط فطلع حكم مالوش لزوم فا اوكي انت دلوقتي شايف يا سادت القاضي قاضي حسونة شايف انه الجزيرة نصا خانة الامانة شيطان مريد شريك في مؤامرة دولية هو نفس الحكم ده اللي صادر النهاردة الاربع هو هو بالزبط بالزبط باللفظ بالكلمة بالحرف اللي صادر تلاتة سبتمبر 2013 انتو بتكرروا الاحكام ليه هو انت نفست الحكم القديم عشان طلع حكم جديد انا مش فاهم الحقيقة ليه مصمميني كل شوية يشغلون بوقف بس قناة الجزيرة وبرده ما بيوقفش البس يا سيدي الجزيرة اصلا مش على النايلسات شيلها من دماغ هي مش على النايلسات انت بتقمر النايلسات يشيلها من عنده ليه هي مش عنده والله طيب روح كلم النايلسات طيب اسأل حد يعني انت مش عارف انها مش على النايلسات اسأله انت لو طلبت من النايلسات معلومة القناة دي عندوك و هيقولك لا مش عندنا خلاص خلص الموضوع الحكم المكرر النهاردة هو الحكم اللي صادر من سبتمبر 2013 من سنة وشوية سنة وبالتالي الجزيرة برضو مطلوب انها تقف الجزيرة برضو مصممين انها تقف مصممين ان هي ماردة وامريقة وكل الكلام الحلو ده طيب هل الجزيرة عندكو؟ لا هل الجزيرة هتستشكل؟ طبعا هل الحكم القضاء في مصر هيقبل الاستشكال؟ لا طبعا زي كل حاجات الابل كده طيب خلينا نلعب بقى اللعبة بالعكس فيه تلات صحفيين من الجزيرة محبوسين عندكم ايه؟ دي قصدي يعني ولا ايه الموضوع؟ فيه مكاتب للجزيرة مقفولة فيه مكاتب للجزيرة اتحرقت فيه قضايا عن الموضوع ده برضو على فكرة محدش عباق عمل لها اي حاجة محدش حركها فيه محامين شغالين في الموضوع انتوا حطنا في الادراج القضاء مش بتاعنا لوحدنا القضاء مش بمزجنا القضاء بيمشي على كل السطور مش بيمشي على سطر ويسيب سطر القضاء في مصر دلوقتي بيعمل حاجة تانية خالص غير كده طيب لو انتقلنا الى قضية اخرى وما كتبته اليوم السابع عن مصورة فيديو كتائب حلوان سقطت بالنقاف الاسكندرية مرسل الترصد تعترف امام النيابة قيادات اخوانية تعهدوا بحماية في اليوم السابع ايضا في قضية اخرى الكسب يقترح مادة لإدارة الاموال المتحفظ عليها وضم تجار المخدرات الى قانون الجهاز ومصادر المادة جاءت ضمن التعدلات على مقترح عاصم الجهري والانتهاء من مسودة قانون استرداد الاصول المنهوبة قريبا جريت الوطن تنفرد بنشر مشروع قانون القضاء الشرطي اربع محاكم ونيابة وسجون لمحاكمة المجندين ومدعي عام لا تقل ربطه عن عقيد يرأس النيابة الشرطية ورئيس الجمهورية يفصل في احكام الاعدام روزال يوسف بالمستندات براءة الطيار الكهربائي من مقتل نزيل العناية بمستشفى اصوان روزال يوسف قرارات جمهورية للرئيس القرارات منها الموافقة على اتفاقية الاسلامية للتمويل وقرار افاد الى جانب وضم محمد عوض للجل التقصي الحقائق وتعديل بعض احكام قانوني التأمين الاجتماعي لو توقفنا عاصم السلامة مع موضوع مصورة هو موضوع عجيب جدا انا دايما بفهم انه انا اقدر اقبض على الشخص اللي رفع الفيديو على الانترنت طبيعي بنعرف نوصل للشخص حتى الاشخاص العاديين مش النيابة والشرطة يعني ممكن كشخص عادي توصل لمين يعني مين اليوزر اللي رفع الفيديو ده لكن ازاي وصلت المصورة دي يعني حد اعترف عليها محدش قال لنا هي بلغت عن نفسها حد هي كان بتتكلم مع حد وحد خد باله هي كانت بسمعها على الفيديو يا جماعة طب فهمونا انا مش معترض انه صحة ولا غلط بس انا معترض على انه مفروض انه دور الصحافة انها تفهم الناس توصل للناس للحقيقة محدش بيقول لنا الموضوع ده حصل ازاي البنت دي متهمة طب هي متهمة بجد طب هي عملت ايه طب الشرطة عملت ايه عشان توصل لها وصل لناها في اسكندرية مش حلوان كمان يعني يعني موضوع عجيب جدا وبعدين مرسلة رصد يا مرسلة رصد ولا هي اخوانية ولا هي صورة الفيديو احنا احنا كده بنلخبط الناس مش يعني الدور الاساسي للصحافة انها تفهم الناس توعيهم يعني احنا كده بنلخبط الناس مش مين فاهموا انا عندي ملحوظة بسيطة بس على موضوع قانون القضاء الشرطي الكلام كله على محاكم ونيابة وسجون للمجندين بس طب الزباط وصف الزباط يعني دول ما بتحكموش يعني وبتسجنوش ما بيغلطوش يعني ولا ملايكة يعني يا جماعة بطلوا تعملوا فينا كده يا ليت بقى نعمل قانون بجد كده يعني احنا عارفين كويس قوي من اربع سنين من اول ما قامت الثورة في مصر اللي قامت ضد الشرطة اصلا بالاساس انه جهاز الشرطة او الداخلية وزارة الداخلية محتاجة لهيكلة وكل الكلام الحلو اللي قلناه كتير ده اللي ما حصلش منه حاجة طبعا طرعا ما قررتو تبدأو بشكل ما يعني قانونة هو نعمل قانون صح بقى بلاش كده بلاش نيجي على المجندين اللي هما بالمناسبة اكتر نسبة موت دول اللي بيموتوا مفيش زباط بيموتوا دول اللي ماتوا في رفح لسه اول مبارك بس فيه زبط في رفح بات رحمة الله ربنا يرحم الجميع بس دايما بس العشرة دايما اللي بيموتوا اكتر زبط العساكر ايو يعني زبط واحد دايما العساكر هم اللي في الربلين بس طبعا القوة العسكرية بتبقى مجوعة من الجنود ومعهم زبط معهم قياد احنا مش عايزين حد يموت لا زباط ولا عساكر ولا مواطنين مش عايزين حد يموت في مصر عايزين الناس كلها تبقى كواس بس كمان لما نعمل قانون نعمل قانون للجهاز كله نعم لجهاز الشرطة كله ومش للمجندين عيب حتى لو انتقلنا الى متابعة موضوع شهداء رفح كتب حسام بهجة على موقع مدى مصر تحقيقا استقصائيا بعنوان من هم ارهابي مصر الجدد اما في جريدة الاهرام فكتبت مجلس الوزراء يقول مصر ستنتصر على الارهاب وحل مشكلات المستثمرين 150 الف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة واستمرار رفع الاشغالات جردت الوطن الاقصاد ينتعش والارهاب يسقط الجيش يصطاد 26 ارهابيا وتقارير دولية تؤكد زيادة النشاط التجاري وارتفاع ثقة المستثمرين والبرصة تحقق اعلى معدل لها منذ 6 سنوات وبروتوكول جديد لانشاء 150 الف وحدة سكنية جردت الاخبار تحقيقات حادث المدرعة في رفح تكشف التفجير تم عن بعده والارهابيون زرعوا قنبلة ليلا والعثور على عبوة ناسفة بالقرب من موقع الحادث زرعت لاستهداف سيارات الاسعاف مصرح 18 تكفيريا في حملات امنية وتدمير 35 بقرة ارهابية بالشيخ زويد اليوم السابع الامن يبدأ عملية الثقر للشهداء رفح القوات تحركت تحت شعار العملية فجر وقتلت واصابت 13 ارهابيا في سيناء وجنازات وداع حاشدة للشهداء واهل الضحايا اهتفون يا اخوان يا كفرين انتم ملكم مال الدين في اليوم السابع ايضا مصر تقف في طوابير الحزن الجنازات تودع شهداء مذباحة رفح الثالثة في كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والمنوفية احد اقارب شهيد رفح بالشرقية لليوم السابع كنا ننتظر الجمعة لعقد قرانه ووالد احد الشهداء دماء ابني لم تذهب هدرا تمناها فنالها الشهيد حجازي للشهيد رامي على الفيسبوك ربنا يلحقنا بيك الضباط المختطفون اهم القضايا التي شغلتها وبر الوالدين اخر نصائحه لاصدقائه رحمهم الله جميعا روزا اليوسف المحافظات تودع شهداء رفح والمفتي دعم الارهاب حرما شرعا واهالي صنهور وعطالة الشهيدان كان من ذوي الاخلاق الكريمة وشركان في افراحنا واحزاننا المصر اليوم مصر تودع شهدائها وتطلب القصاص الاهالي شاهدوا الارهابيين وخافوا من قاطع الرؤوس وابراهيم لن يترك القتلة طبعا ابراهيم عظم وزير الدخلية الوافد الرئيس الفلسطيني يحذر سيناء في خطر ابو مازين يسلم مصر خريطة لانفاق سرية على حدود رفح نبدأ من ما كتب حسان بهجة من هم ارهابي مصر الجديدة الجدد هو تقرير ده مثال التقرير الاستقصائي كما يجب أن يكون ليه بتقولي كده لانه هو متكلم ضمن الحاجات اللي هو عملها اول حاجة هو عارف يحضر جلسة محاكمة من لمحاكمة بدأت وخلصت وهي تقريبا عشان كده حتى هو مسمية شبه سرية محاكمة لأعضاء متهمين بانهم أعضاء في جماعة أنصار بيت المقدس اللي هي مفروض انها يعني أعلنت مسئوليتها عن أغلب الهجمات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في مصر فهو أول حاجة حضر جلسة مفروض انها مغلقة فهو حضرها بنفسه عارف يتكلم مع حد من المتهمين مع محامين مع أقاربهم وفي نفس الوقت عمل الواجب بتاعه واتطلع على أوراق القضية اللي هي حوالي ألف صفحة ودي من الحاجات اللي هي يعني كما يجب أن تكون الصحافة عموما والإستقصاء خصوصا شوف بقى إزاي هو عارف يدخل وعارف يعمل كل ده وطبعا يعني الصحافة دي بتبقى بتقدم معلومات مهمة وخصوصا المحاكمة زي دي فعلا تقريبا يعني محدش عارف أنه في محاكمة يعني بدأت وانتهت بيقول دي كانت على مدى ست جلسات على مدى ثلاث شهور انتهت تقريبا الشهر اللي فات يعني في نهاية أغسطس بدأت من يونير امتهت في أغسطس ومفروض حكم عليهم بالإعدام هم تسع متهمين فيه منهم واحد هارب يعني تم إحالة أوراقهم لي المفتي وسيصدر بقى الحكم النهائي يوم 23 سبتمبر الجاري هو متكلم عن واحد من المتهمين هو ده اللي هو طبعا نتكلم معاه بسهم غير اسمه هم سميه نادر وهو بيقول عنده 25 سنة وكان بيشتغل بياع في مول تجاري شهير في القاهرة لكن من يوليا اللي فات وأكترهم نقطة التحول بتاعهم هو انقلاب 3 يوليا من بدأ يعني زي ما بيسموا نفسهم انه هو بدأ يلتزم وفيه برضو قاسم مشترك انهما أكترهم راحوا سوريا شاركوا فيه اللي هما ضد النظام السوري اللي هو راح سوريا وبعدين رجع مصر زي أكترهم راح عبد الانقلاب يعني رجع مصر بعد الانقلاب لا لا هو كل الموضوع كل الموضوع بعد الانقلاب هو ما كانش أصلا لا ملتزم دينين ولا يعني ما كانش في باله الموضوع يعني هو راح سوريا بعد الانقلاب وعكده رجع مصر واتمسك هنا هو وهو دي محاكمة عسكرية بيوجهوها فبيقول انه يعني هما رفضين جدا كل اللي حاصل في مصر دين زي ما قلت نقطة التحول بتاعتهم وبيستهدفوا الجيش والشرطة على الأخص وده بيقول دي أحد الخلافات الواضحة بينهم وبين زي تنظيم زي داعش اللي هو بيستهدف ناس آخرين لما القاضي قال لهم التهم اللي هو الانتماء لتنظيم ومحاولة قلب نظام الحكم والعنف وكده كلهم حصل ولا ما حصلش كلهم كان ردهم عليه انه هما ما بيعترفوش بيه محاكم أو قوانين وضعية بس بيعترفوا بيه الحكم الشرع زي ما هما قالوا وبيقولوا انه كتير منهم زي ما قلنا من مصر لسوريا ويرجعوا لمصر مجددا وهم دلوقتي يعني على زمة هذه القضية وبيقول فيه أصلا حوالي 200 متهم آخرين بس دول لسه ما بدأتش محاكمتهم لكن المهم في ده انه دي فيه محاكمة يعني بدأت وانتهت بعيدا تماما عن أنظار الإعلام وبيقول ده نموذج من نموذج انه هما دول الإرهابيون الجدد وطريقة التعامل معاهم وطريقة هذه القضايا بتوري قد ايه انه فيه خطر بيواجه مصر فيه صورة يعني هؤلاء بقى الغاضبين أو الإرهابيين واجهزة الأمن لسه بتحاول تتعامل معاهم ومع التحولات اللي حصلة بعد 3 يوليان طب هل ذكر كيف تم القبض عليهم يعني هل بعد عملية معينة أه كان فيه عملية معينة كانت ضد كان هجوم مسلح أعتقد في الأميرية ضد 9 زباط من الجيش والشرطين دول ممسكين في القضية دي بال بتهمين في القضية بالتحديد طيب وموضوع مهم طبعا فكرة ده جزء من يعني هو هيعمل سلسلة من التحقيقات التحقيقات الاستقصائية من هذا النوع ده دي أول جزء منهم فإن شاء الله برضو نبقى نعرض لبقية الأجزاء والخطير في الموضوع ده ده الطبيعي ده التحول الطبيعي لما الناس بتكتشف أنه كل اللي أمنوا به ضاع فجأة أو كل اللي كانوا بيتقلهم في الميديا ومن الناس ومن الحكومة فجأة مات أو تغير أو بقى عكسي بتبدأ مرحلة الجنود وده طبيعي جدا يعني وناس كتير بقت كده بيقول تقريبا كلهم ما كملوش 30 سنة ناس كتير بقت كده كل الشباب اللي من النوع ده اللي بيسافر بيروح سوريا بيشارك في داعش بيتحول جروب يبقى جهادي يروح سينة يعمل عملات تفجرية بعضهم بينتحر كمان ده طبيعي جدا ولسه فيه واضح أنه فيه مصايب كتير من ديها تظهر احنا مجلس الوزراء النهاردة عامل حاجات لطيفة بس يعني تعليق تعقيبا بس يعني ما قم بيه حسان بهجة طبعا جهد طبيعي طبيعي استقصائي مهم جدا لكن هناك برضو جهود أخرى لكثير من الصحفين بشكل اشتغلوا على الموضوع ده يعني اسماعيل الإسكنداري مثلا أحد أسماء اللي شغال فعلا بشكل كبير على موضوع سينة وما يحدث في سينة وتكلم عن بيت المقدس وأنصار بيت المقدس وللأسف إسماعيل بينشر في جورنال مش مصري برضا لكن عموما المفروض ده كون الناس بتاعي بيشتغل بطريقة تانية بيستنى البياني اللي جاي من الداخلية أو من التسريبات اللي بتجيله من مصدره الأمني لأموضوع تاني خالص ملوش علاقة بالمهنة لكن يعني المعمول النهاردة كمان في الجرائد على موضوع المجندين اللي ماتوا وزيارة أهليهم ومتابعة جنازاتهم ده شغل صحافة كويسة ده يعني ده الطبيعي ده اللي المفروض يحصل بعيدا عن شوية الأفوار اللي في العنوين يعني يعني شوية الزيادات اللي في العنوين المقصودة دي لكن فكرة ان انا روح للناس احضر الجنازة اشارك اسمع كلام أهليهم هو ده الطبيعي اللي يحصل مع دول ومع غيرهم ده اللي ما بيحصلش بقى انت بتروح لله عشان دول عساكر في ناس تانية بتموت برضو محدش بيروح لهم أوكي الحكومة قررت انه احنا انتصرنا على الارهاب وانه الاقتصاد ينتعش وانه هنعمل 150 ألف وحدة جديدة ده مجلس الوزراء بيتكلم بشكل يعني حتش فهم حاجة اللي هو يعني نقطة جديدة دي يعني بصو بيقول بيقول ستنتصر على الارهاب بس مش هي كانت انتصرت قبل كده ستنتصر على الارهاب عنوان الوطن بيقول الارهاب يسقط بيقول الارهاب يسقط اه يعني الاهرام بيقول مصر ستنتصر على الارهاب هو رابط ان الجيش يصطاد 26 رهيبان طبعا عن فكرة يصطاد دي لطيفة العنوين بتبقى حلوة وتقارير دولية تؤكد ذات النشاط الوطن النهاردة في الاسم بتقول الجيش ينتقم ويقتل 26 يعني انا حسيت انه عنوان جديد جدا انه ولسه احنا هندخل في ذلك لضيق الوقت انا بس عندي تعليق سريع على الاقتصاد ينتعش اللي في الوطن لانه الكلام ده كوميدي جدا البلد حالها مش خافي على حد مفيش مواطن في مصر يقدر يصدق الكلمة دي هو نفسه شخصيا في بيته لكن كمان فيما يخص التقرير الدولية التي تؤكد زيادة النشاط التجاري وارتفاع ثقة المستثمرين ده كذب لانه مفيش تقرير دولية حتى اقرى الخبر اللي ونشره الوطن ده بنك HSBC بنك موجود في مصر على فكرة هو ده التقرير الدولية دي بقى التقرير الدولية يا جماعة بلاش نجذب على الناس لانه الوضع مش محتاج صحيح نذهب الى موضوع اخر وهو موضوع منع مسابقة او برنامج للرقص وكالت الاسيشة بريس كتبت مصر دار الافتاء تطالب منع برنامج عن الرقص الشرقي المصر اليوم الافتاء تطالب بوقف البرنامج والجند دي برامج هبطة وعلماء الأزهر عن برنامج الراقصة هز الوسط يهز الاخلاء هز الوسط يهز الاخلاء صحيح لو ذهبنا الى جريدة اليوم جريدة الوطن الافتاء الراقصة يهدم برنامج الراقصة يعني يهدم منظومة الشعب المتدين ودينة بتقول ان الدار تركت كل شيء وركزت على الرأس ما هو اصل برنامج على الرأس يعني لا يتكلم عن دار الافتاء ليه سايبة الامور المهمة سايبة كل الامور ومسكة الرأس طيب اليوم السابع حرب الازهر والافتاء على برنامج الراقصة الشيوخ يطالبون بمنعه لأنه يفسد الاخلاق وتأجيل عرضه حدادا على الشهداء ودينة بتقول بيهجموني من قبل ما يشوفوا يشوفوا ايه ده منشت اليوم السابع القاهرة والناس تؤجل الراقصة حدادا على شهداء رفح والازهر والافتاء وطالبان بمنعه ودينة بتقول يهاجموننا دون النظر للمحتوى وتمر حقيقة بالصراحة ليه تعليق حلو قوي ما احنا بنرقص في الانتخابات صحيح يعني ما احنا بنرقص في الانتخابات ودار الافتاء هم ما بيرقصوا في الانتخابات وكانت شو برس نبدأ سريعا عشان وقت ما فيش وقت خلص هي بتكلم على انه بين دار الافتاء اللي هو صدر يوم الاربع عن انه مفروض انه بيطالب بمنع البرنامج ده او وقفه لانه بيقول انه ده بيفسد الاخلاق وبيدي ذريعة للمتطرفين انه هم يقولوا انه ده مجتمع ضد الاسلامين او ضد الاسلام والتقرير بيقول انه هي حلقة واحدة بس عرضت على قناة القاهرة والناس وهو عبارة عن لجنة تحكيم من ضمنهم دينا تلاتة من ضمنهم الرقصة دينا بيختاروا مين احسن رقصة احسن اداء يعني وبيقولوا انه كتير من الاسلام المتسابقات مش مصريين ورغم انه مصري والرقص الشرقي معروف من زمان في مصر لكن التقرير القصير بيتكلم على انه مصر المحافظة بتعتبر ان الرقص الشرقي هو عمل غير اخلاقي نعم والسلامة هل يستحق الامر ان يكون منشط في جارة اليوم السابع منشط الرئيسي طبعا يستحق لانه موضوع مقروق جدا يعني هو اهم من الارهاب والقناة السويس وكل الحاجات دي بالنسبة للقارية طبعا يعني افتكر كده الحاجات اللي من النوع ده المشكلات الاخلاقية دي صفناز خناية مرتدة وشو بير الحاجات دي بتبقى حلوة والقراء بيحبوها جدا لكن هو احنا خلاص مشاكلنا كلها خلصت ما فاضلشهر برنامج دينا اللي هنعمل عليه مشكلة جديدة انتوا عايزين تلهوا الناس عن ايه بايه طب يعني بلاش دينا دينا معاكو على فكرة دينا صاحبتكو يعني وبعدين من امتى المجتمع المصري كان مجتمع متدين المجتمع اللي زي ما تامر حبيب بيقول اللي طول السنة بيرقص في الانتخابات وفي الشارع وفي الميادين فجأة بقى الرأس عنده حرم ده احنا كل كل دعاية السيسي كل انتخابات عملت عملت من بعد الانقلاب كان الرأس شريك قاسم مشترك فيها ستات بطول قصف الشارع والرجالة بطول قصف الشارع مشاهدة شهيرة جدا كل الناس شايفتها في التلفزيونات طيب هل المشكلة دلوقتي انه احنا اجلناها فعلا زي ما بيتقول الجرائد عشان الحداد على الشهداء للشرطة اللي ماتوا في رفع ولا البرنامج اتلغى فيه اضاية مرفوعة والناس قالت كده يعني القناة هي اللي قالت الكلام فيه كم قضية مرفوعة على البرنامج على القناة وعلى دينا وعلى البرنامج دلال الافتاء بقى ايه علاقتها بالموضوع اصلا انتم ملكوا ميديا اعلام حرية بقى والحاجات اللطيفة اللي احنا يعني فاكرين فاكرين الوقت ده كله ونمنع ده ونقفل ده ويا واد يا مؤمن فاكرين الحاجات دي ايه علاقة دلال الافتاء بالموضوع ده خالص ملاش اي علاقة بالموضوع انت حريص على الحفاظ على الاخلاق امنع الرأس خالص بقى نقفل الكباريهات ونمنع الرأس في الشوارع ونمنع ونمشي بقى نعمل حقيقة عمر بالمعروف هنا هي على المنكر زي اللي في السعودية كده يلا بقى نكمل بقى لكن هنمشي على سطر ونسيب سطر نعم يبقى استعباط نركزها في موضوع السطور النهاردة قصة السلام لو اتكلمنا عن سد النهضة الاخبار تكتب عن اكثر من موضوع يعني ليس سد النهضة فقط يعيش بها اكثر من خمسة الاف مواطن وسط بحيرة المنزلة الجزيرة مصرية من القرون الوسطى لا مياه شرب ولا كهرباء او مستشفى او مدرسة والبهارس يتنهش الاجساد جريدة اليوم السابع زيادة تعرفة المياه على الشرائح المستهلكة رسلان بيقول رفع الدعم عمن يسهلك ستين مترا مكعبا اليوم السابع الخارجية تؤكد ما نشرته اليوم السابع سامح شكري في اثيوبيا اليوم رسالة من السيسي للرئيس الفرنسي وهولند يعرف عن تقديره دور مصر وجهودها في غزة روزال يوسف رسالة من السيسي للرئيس الوزراء الاثيوبي تناولت العلاقات الثنائية ودفع مفاوضات النهضة وفدأ الخبراء المصريين في زيارة لموقع سد الأسبوع المقبل جورزالين بوست كتبت وزير خارجية مصر السابق نبيل فهم يقول أن العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة بسبب إصرارها على إشراك الإسلاميين في العملية السياسية ويقول أن سيسي سيلقي خطابا تاريخيا في الجمعية العامة لأمم المتحدة هذا الشهر اليوم السابع كتبت للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات المصريون يستخدمون أرصفة وسط البلد ميادين وشوارع وسط القاهرة تسترد عافيتها في اليوم السابع أيضا خطوط ميني باس مكيفة لخدمة رواد جراش التحرير وحظر انتظار السيارات بكردون المنطقة المحيطة بالميدان المصر اليوم محافظ القاهرة افتتاح جراش التحرير في احتفالات أكتوبر وفي المصر اليوم صرخة بائع في الترجمان ما دخلش يجيب جنيه من 11 يوم وفي جارة الجمهورية اللجنة العليا تحسم الجدل الترشح لانتخابات النواب منتصف أكتوبر التصويت على ثلاث مراحل والبداية آخر نوفمبر بالقاهرة ووسط الدلتة اليوم السابع تصرحات البدو ضد صباحي تربك التحالفات الانتخابية الطيار الديمقراطي يجمد الحوار مع الوفد ويبدأ مشاورات مع المنظمات العملية والنسائية لتشكل قائمة ثوار مصر روزا اليوسف بعد التخلى عن الأمة المصرية عمر موسى ومحاولات جديدة للتقريب بين الأحزاب يبدأها بالوفد المصري وتحالف الجبهة المصرية اليوم السابع الوفد المصري والجبهة المصرية تعاون وتنسيق بلا اندماج واجتماع مطول لقيادات أحزاب التحالفين بمنزل نائب رئيس حزب شفيق وحزب شفيق يبحث تقريب وجهة النظر وقيادي بالحركة الوطنية تحالفنا الأكبر والأطهر وصمح صود أغلبية البرلمان اليوم السابع نقيب الاجتماعيين بيقول وزيرة التضامن ليست لها رؤية لإدارة مدرسة ابتدائي مش وزارة في حكومة بعد ثورتين برهان بيقول غدا والتة جاهلت دراستنا للقضاء على التحرش وعشوره النبراوي رغبان في جعل اتحاد النقابات المهنية ركوبة إلى البرلمان الوطن التجار يا فرحة ما تمت كنا فاكرين هنكسب دهب بركب استيس الدراجة فاشتعى المستوردون وانتنع الشعب المصر اليوم سبيرو رجل الدولة المريض 22 مليار جنيه مديونات ضائعة والاقربون اولى بالتعيين المصر اليوم اكبر مصنع سماد حكومي يتوقف عن عمل بسبب وقف الغاز والاخبار الاهل يستعد للزمالك ويؤكد روابط الالترس بدون هوية فكيف نطالب بحلها لو تعليقات سريعة من سواء السلامة ثم سازة نديه سريعا كهرباء غليت بنزين غلي الغاز غلي ودى الماية كمان مبستو المهم تشتروا شهرات الاستثمار كانت السويس مش مهم الماء يعني مش مهم تحكلوا المهم تشتروا شهرات الاستثمار يريد كمان حد يقول للحكومة الرشيدة اللي بتغلي الماء بعد ما غلت الكهرباء والغاز في حاجة اسمها لحد لأدنى للأجور هايزين الناس تقبط عشان تقدر تدفع الفواتير دي على الأقل يعني الجدل الانتخابي طبيعي جدا وفيه حاجات لطيفة جدا الحقيقة بس هي يعني من بالنا أسبوعين بنقول انه التحالف اللي هيتم بين التجارة المصري والوافد مش هيتم والجمد وهوم اعترفوا أخيرا اللطيف في الموضوع ان حزب الجبع بتاع عحمد شفيق بتكلم عن انه سوار وانه طاهر وشريف وكلام كل الناس طاهرين وشرفاء الحقيقة يعني فيما يخص الاقتصاد ينتعش التجار يا فرحة ما تمت ومصنع اكبر مصنع سمات في البلد بيقفل عشان الغاز وفعلا الاقتصاد ينتعش تعليق سريع من مقابلة الوزير الخارجية السابق نبيل فهمي اللي هو نشرته للجلوس لمفسها كانت مقابلة تلفزيونية ونقلت عنها رويترز والمصر اليوم وجرائد أخرى أهم ما قال فيه انه سبب تدهور العلاقة بين أمريكا والولايات المتحدة بعد ثلاثة يوليو بين أمريكا ومصر فكرة انه أمريكا مصرة على انه الإسلامين يبقوا جزء من العملية السياسية وده التصريح أصلا قالوا ناس كتير جدا انه لو مش متورطين في الإرهاب انه فيانية حتى السيسي قال كده فغريبة جدا انه هو شايف انه ده سبب تدهور العلاقة بين البلدين وانه مصر ازاي ما خضعتش للضغوط أمريكا وإرادة الشعب اللي هو دايما بيتكلمه عنها دي وبعد كده اتكلم على انه سيسي هيقول الخطاب تاريخي معرفش تاريخي ازاي هو قال كده مرة في الجامعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الحالي من الحاجات المهمة انه هو برضو التقرير نائل عن تصريح ليه لواء سيد شفيق وهو مساعد أحد مساعدين وزيرة الداخلية بيقول انه طلب من الانتربول القبض على قيادات الإخوانية في الخارج لكن محدش عارف طبعا يعني هو ايه اصلا مش مدانين في حاجة إرهاب عشان الانتربول بيقبض على حد يكون مدان أو يكون في حاجة وانه بعض الدول الخليجية عملت كده هو وانه يعني ندخل الوقت نشكر الكاتب الصحفي الأستاذ نادية أبو المجد وشكر الموصول للكاتب الصحفي الأستاذ سلامة عبد المحميد واشكركم في نهاية هذه الحلقة على طيب متابعتكم ونلقاكم غدا مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر